فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله عليكم قال رحمه الله في الشيئين والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفع والكمال أولا أن ما هم عليه من الأمراض المعنوية فنحن نتقها هذه الأمراض بسد الطريق وهو منع التشبه بهم لأن التشبه يصحبه شيء من سريان ما هم عليه وثانيا أن ما هم عليه نقص وهذا الدين هو الدين الكامل دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم فهم على دين قد نسخ أو خرف وانتهى العمل به فالأخذ به بشيء من دينهم نقص فكيف ندعي الكمال مناخذ بالنقص نعم قال وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص إلا وهو مضر أو ناقص مضر في العقيدة أو ناقص نقصا يتنافى مع كمال الإسلام وجمال الإسلام فنحن والحمد لله لسنا بحاجة إلى استيراد إلى استيراد شيء من الأديان أو استيراد شيء من العادات والتقاليد فإن ديننا غني بكل ما احتاجه البشر لأن الله شهد له بالكمال اليوم أكملت لكم دينكم والإسلام يعلو ولا يعلى عليه وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فنحن نختفظ بهذه المنزلة التي أعطانا الله ولا نتنازل عنها إلى شيء من المرض أو النقص أو الضرر المترتب على التشبه بأهل الكتاب نعم الحمد لله قال لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضر وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال نعم ما هم عليه لا يخلو من أحد حالين إما أنه منسوخ إما أنه منسوخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ بل يجب العمل بالنسخ والذي يعمل بالمنسوخ هذا ليس على دين لأن المنسوخ ليس دينا بعد نسخه لا يكون دينا وإما أنه غير منسوخ لكن هو عرضه لأنهم يتلاعبون به ويزيدون وينقصون كما أن عادتهم تحريف الكلم عن مواضعه وأنهم يقولون قولا غير الذي قيل لهم فهو وإن كان أصله صحيحا ولم ينسخ فإنهم لا يوثقون لأنهم يزيدون فيه وينقصون النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه معه ورقة من التوراة أعجبته وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليراه الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليه وقال أفي شك يا ابن الخطاب ألم أتي بها نقية والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي فالحاصل أن ما هم عليه لا يخلو إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون غير منسوخ لكنه عرضة لزيادتهم ونقصانهم وتحريفهم فيه فهم لا يثقون في هذه الأمور ترجمة نانسي قنقر